المفدعين دول بيحصلوا على ملايين المشاهدات على كل مقطع فيديو خاص بيهم وبيكسبوا مئات الآلاف من الدولارات من الإعلانات الخاصة بالفيديوهب بتاعتهم ولكن انت عايز تصنع فيديو زيهم وانت كمان اخترت موضوع الفيديو بس مش عايف ازاي تبدأ البحث وإيه هي النقاط اللي انت المفروض تخطيها أحب أقولك ان في كتير من المعلومات على جوجل وأكيد انت هتحطار وهتقول هو أنا المفروض أكرأني واحد فيهم وازاي انت تقدر تكتب نص بناء على المعلومات في الفيديو ده ان شاء الله هقدم لك كل الإجابات اللي بتسألها لنفسك وأقولك انت ازاي تقدر تستخدم طريقة الكابلينج عشان تلاقي النقطة المهمة المتعلقة بموضوعك وأناعمل ده من خلال ان احنا هنتعمك في كل نقطة من خلال البحث على الإنترنت وأقولك على كمان بعض الأدوات المجانية للبحث ومن خلال ده انت هتشوف ازاي منشئين محتوى المفضلين لك بيكتبوا النصوص للمقاطع الفيديو الخاصة بهم طيب انت دلوقتي عندك فكرة مزهلة في عقلك وخلاص قررت ان انت تعمل فيديو عن الموضوع ده دلوقتي انت هتواجه حالتين إما ان انت يبقى عندك كتير من النقطة زي تصلها بالموضوع اللي هتكون مترتبة بشأن ما يجب تدوينه أو ان عالك هيبقى فراضي تماما ومش هيبقى عندك أي فكرة عشان تبدأ بيها بس انت تقدر في الحالتين دول ان انت تستخدم طريقة الكابلنج البسيطة والفعالة والتقنية دي بسيطة بتستخدم لجميع المعلومات وتصل إلى أي موضوع بنستخدم تقنية تسمى ال 5W-1H من من وماذا وأين ومتى ولماذا وكيف الطريقة دي بتوعب بطريقة الاسئلة الخمسة ودلوقتي هننتقل لكيفية استخدام الطريقة دي لنفترض اننا بنصنع فيديو عن موضوع العالم الخفي الويب المظلم وهنطبق مع بعض طريقة الكابلنج على الموضوع ده عشان نلاقي ان قرده تصل للفيديو الخاص به اول حاجة السؤال الاكثر اساسية يمكن ان يكون ماذا او ما هو الويب المظلم يمكنك شرح ما هو الويب المظلم وكيف انه يختلف عن شبكة السط اللي احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية وايه هو نوعه وايه هو المحتوى الموجود عليه وهنتقل السؤال اللي بعده اللي هو متى فهنسأل نفسنا متى حدث الظلام اي ظهور الويب المظلم وانت من خلال السؤال ده تقدر ان انت تقدم جدول زمني بيظهر الوقت اللي ظهرت فيه شبكة الانترنت المظلم والوقت اللي اصبحت فيه شائعة والهناك اي احداث تاريخية مهمة متعلقة به هنسأل السؤال اللي بعده اللي هو اين وهنسأل نفسنا هو اين تم انشاؤه واين يتم استخدامه اكتر والسؤال اللي عليه الدور هو من وده هيجي بصيغة مين هم الافراد اللي بتحكموا في عالم الويب المظلم ومين هم الاشخاص اللي بيستخدموه ومين هم الضحايا اللي بيتعرضوا للويب المظلم في الاساس احنا هنتكلم عن جميع انواع الاشخاص المتورطين بشكل مباشر او غير مباشر في الديب ويب هنيجي بقى للسؤال اللي قبل الاخير وهو لماذا ونسأل طب هو ليه الديب ويب موجود اصلا احنا ممكن في الزيطة السؤال ده اننا نتكلم عن النواية والدوافع من الناس اللي بيستطيعوا الوصول للديب ويب والتحكم فيه واخر سؤال عندنا هو كيف في السؤال ده احنا هنغطي الجوانب الفنية عن شبكة الويب المظلمة وازاي هي بتشتغل زي التقنيات المستخدمة في الويب المظلم زي الواقع الافتراضي طريقة الكابلنج مفيدة جدا للبحث لانه بيضمن ان جميع الجوانب ذات الصلة يتم اغذاءها في الاعتبار حسب الموضوع اللي بتتكلم عنه واللي انت بتتفرج عليهم هم كمان بيستخدموا الطريقة دي وكل مستخدمين اجراء البحوث خلينا ناخد فيديو درو فراثي عن كيف يعمل الميتا فيرس انا اتفرجت على الفيديو ده وسجلت بالزبط ايه هي المواضيع اللي تناولها درو في الفيديو اولا ما هو الميتا فيرس اول حاجة عملها قام بتعريف الميتا فيرس وتحدث عن اصلها اسمها ومناقشتها واستخداماتها وبعد كده اتكلم عن منهم الشخصيات الرئيسية في التنمية من الميتا فيرس وكمان اتكلم عن الشركات والرجال والاعمال اللي بيستثمروا في الميتا فيرس وقال كمان ماتا سيصبح جزءا من حياتنا ومن اين نشأت فركة الميتا فيرس ولماذا تكتسب الميتا فيرس الشعبية وكيف هيعمل الميتا فيرس وبعد كده ناقش التقنيات المستخدمة في الميتا فيرس زي الـ IR والـ VR وما الى ذلك واخيرا كيف يؤثر ذلك على حياتنا يعني يقصد التأثيرات الإيجابية والسلبية وانت هنا اكيد شفت كل الجوانب المهمة اللي تم تغطيطها بطريقة الـ 5W-1H كل اللي انا قلتقولك ده عاوزك تاخد حاجة واحدة بس تحطها في الاعتبار اثناء استخدام الطريقة دي هي ان الطلب على كل موضوع بيبقى مختلف يعني على سبيل المثال لو انت بتعمل مقاطع فيديو زي تصلها عن الحرب العالمية فانت تسأل عن مكان الاحداث هو من المهم لانك عاوز تطير في الحرب دي امت فين متخيل برضو لو انت بتقوم بعمل فيديو عن كيف اصبح السيد بيست اكبر يوتيوبر في العالم ومن الواضح ان اسئلة اين لن تكون مهمة هذا القدر ومن المهمة ايضا ان يكون لديك بالفعل بعض المعرفة المتعلقة بالموضوع اللي انت بتدرسه ولو كان عندك معرفة مسبقة بالموضوع فانت هنا ممكن تستخدم طريقة الكابلنج ولو انت بتواجه صعوبة في استخدام الطريقة دي هتخش على شات جي بيتي وتقول له انا بعمل فيديو يوتيوب عن الموضوع الفلاني وتقول له طبق لي طريقة ال 5W1H على الفيديو ده وشات جي بيتي هيحللك ده بسهولة بعد كده هتيجي الخطوة اللي انت هتبدأ منها موحلة البحث الحقيقي يعني بنعنى الوثور على الاجابات وعملية التحقق والحصول على المصادر كل اللي احنا عملناه ان احنا كتبنا الاسئلة وبعد كده هنروح نبحث على اجابات انت ممكن ببساطة ان انت تبحث على جوجل وهتلاقي مقالات كتير بتتعلق بالاسئلة اللي انت عاوز اجابات عنها وممكن ان انت تبحث في وكيبيديا او في كتب او على اليوتيوب وممكن ان انت بكل بساطة لو مكسل تعمل ده كله تدخل على شات جي بيتي وتكتب اسئلتك وتستنى الجواب بس انا انصح بشدة انك تتجنب الطريقة دي عشان كلما كرأت مقالات ودراسات اكتر فده هزود من معرفتك وتكلم عن الموضوع اللي انت يمكنك من شلاله انه يبقى عندك معرفة هتخليك تكتسب ثقة اكبر وده من خلال قراءة بعض المقالات هتكتشف كتير وهتلاقي في نقط مهمة انت هتكتشفها بعد ما تحط مرحلة التخطيط وممكن ان انت ببساطة تضيفها الى القائمة بتاعتك ولو انت عايز تحطها او تستخدم الزكاية للصناعية معاك اصحك انك تستخدم موقع بريبليكستي ممكن ان انت تفوتك بعض النقط لانك هتلاقي اجابتك مع الاقتباس بتاعها وبالطبع في فواية كتيرة عشان كده انا رشحته لك زي ان انت ممكن تكرق المقالات عشان تحصل على معلومات اضافية وتاني حاجة انك ممكن تتحقق من موثوقية المعلومات بنصحك ان انت تتأكد من ان هي موقع موثوق وتحقق ايضا في مصدقية المؤلف موقع زي كورة وريدت بتحتوي على معلومات متحيزة وده يعني انها مصادر غير موثوقة ومن المهم جدا ان انت تتحقق من المصادر في بعض الحالات المحتوى بتاعك او المعلومات العلمية او المالية او الاخبار والسياسة ومواضيع تانية كتير وبعض الادوات المفيدة زي جوجل شكولار ببساطة انت هتدخل عنوان الموضوع بتاعت واتلاقي الوسائق الاكاديمية والمقالات والدراسات ذات صلة واتلاقي توافق او ممكن تستخدم محرك بحث وده محرك بحث بيعمل بالزكاة الاصطناعي وبيجاوب على سؤالك بناء على الادلة العلمية فانت لو بتصنع فيديو عن موضوع علمي انصحك باستخدامه ولو انت عايز الفيديو بتاعك انه يكون اكثر افادة فكل اللي عليك ان انت تبحث بعمق في الموضوع بتاعك وللبحث العميق فاحنا هنستخدم طريقة الهوريزونتل والفيرتكل طب ايه هو المنطق الافقي والعمودي يعني مثلا لو انا بجري بحث عن لماذا يدخن الناس فيه ازباب كتير زي مثلا تخفيف الضغط او حياة افضل او الاعلانات وده مثال عن المنطق الافقي واحنا بنسميه المنطق الافقي لاننا بنحلل الموضوع بتاعنا على مصار افقي ولو احنا عاوزين نتعمق في الموضوع فاحنا هنستخدم المنطق العمودي وهنعيد الاسئلة دي تاني زي مثلا لماذا يدخن الناس ولماذا يواجه الناس ضغط الاكرام والاجابة ببساطة لانهم عاوزين ينتهوا من الرهب الاجتماعي بتاعهم وهنسأل نفسنا سؤال في الاجابة اللي احنا لسه مجاوبينها طب ليه هو بيحتاج الانتماء هقولك ببساطة لان الانتماء مفيد للبشر ودي غريزة خلقت جوانا احنا مناش يد فيها والانتماء كان مهم يعني مثلا انت بتنتمي لقبيلة معينة وده كويس بالنسبة للامان وتوفير الموارد وزي ما انت شايف كده اننا وصلنا للسبب الجزري للمشكلة باستخدام المنطق الافقي والعمودي ولو انت عملت الخطوات دي بحالها فاحب هنيك انت بحثك او سكريبت الفيديو بتاعك مكتمل ونيجي للخطوة الاخيرة وهي كتابة النص بتاعنا القائمة اللي قدامك دي بتبدأ مملة جدا عاملة زي درس تاريخ مثلا يجب كتابة مقدمة رائعة كما اقول دائما في فيديوهاتي ليس هناك تنسيق محدد للمقدمة على سبيل المثال نيتش رشبوت يقدم اجزاء من الفيديو وهي الاجزاء اللي قالوا فيها حاجات بتجذب انتباهي المشاهد وده بيعمل بالمناسبة كمقدمة قوية بالاضافة لده في مجال المعلومات ممكن تعمل مقدمة بس من خلال عرض البيانات وإحصائيات صادمة في بداية الفيديو مرتبطة بالموضوع بتاعك زي ما انت شايف كده في فيديوهات الاعمال زي اللي بيقدمها دهراف راثي وخصوصا الفيديوهات اللي بتغطي مواضيع تاريخية فانت هتبدأ المقدمة بسرد قصة وبعد الاستماع للقصة هتتولد الكثير من الاسئلة في عقل المشاهد وهيبدأ راثي في الاجابة على الاسئلة ويقبط في دماغك ان المقدمة ممكن تبقى بأي شكل بس الحاجة المشتركة لما بينهم كلهم ان هي تخلي المشاهد في حالة فضول ولازم ان انت تيجي بمحتوى نفسك يعني النقطة اللي انت دونتها لازم ان انت تجاوب عليها والافضل لك ان انت تجاوب في الاول بس لو الفيديو مثلا زي الفيديو اللي قدامه ده عن الموناليزة فهسأل اسئلة زي مين هو اللي رسم الموناليزة ومتى تم رسمها في الاول انت هتحتاج اني اجاوب على الاسئلة دي وبعد كده هتنتيل الى بعض الاسئلة الاكثر اثارة للاهتمام زي لماذا تعتبر الموناليزة اللوحة الاغلى وانا عاوزك انك تتعمك اكتر في الاسئلة اللي بتتعلق بموضوع الفيديو يعني مثلا اللي رسم الموناليزة هو ليوناردو دافينشي فانت هتسيب موضوع الموناليزة وتبدأ انك تغطي عن ولادة ونشئة ليوناردو فاول حاجة يعملها المشاهد انه هو هيسيب الفيديو بتاعك ومش هيكمل مشاهدة والسؤال الاهم مين هي السيك اللي في اللوحة فالسؤال ده اكتر اثارة من انك تشرح حياة او نشئة ليوناردو وانا اقدر اقولك انت ممكن تغطي الموضوع ده بالتفصيل بس هقولك استنى انت لو محتاج ان المشاهد يفضل طول الفيديو بدون ملل فهقولك تعمل حاجة تانية يعني مثلا لو شفت فيديو دراف راثي على الرغم من انه هو بيغطي كتير من النقط الفيديو بتاعه بيبقى عامل زي فيلم وده مش ممكن يحصل في لقطة واحدة دايما بيبقى في رابط ما بين كل لقطة والتانية واحيانا بيطرح سؤال اثناء شرح النقطة الحالية فالجواب بتاعه هيبقى في النقطة التانية او انه هم بيقولوا حاجة بتتعرض مع النقطة او اللقطة الحالية والتقنية دي دقيقة جدا والمشاهد ما بيلحظهاش بس هي بتخليهم مشغولين بالفيديو مهم جدا لو عجبك محتوى القناة وعايزني ان انا استمر في نشر المحتوى عن الزكاية الاصطناعي كل اللي انا طلبه منك لو تكرمت طبعا انك تعمل لي لايك وسبسرايب وتفعل الاشعارات وتكتب لي كده كومنت من زوءك الجميل ويا سلام بقى لو انت عملت لي مشاركة للفيديو تبقى جامد جدا وبس كده كم معاك عبدو ري اي فامان الله اشتركوا في القناة